مرحبا بكم في قناتنا أنماط حيث سنتحدث عن موضوع هام وهو الإجهاد عند القطط سنستعرض خلال هذا الفيديو أهم خمسة أعراض للإجهاد وأسباب حدوثه بالإضافة إلى طرق الوقاية منه يعتبر الإجهاد عند القطط من المشاكل التي قد تواجه قطتك أثناء فترة الحمل والتي قد ينتج عنها بعض المضاعفات أو المشاكل الصحية يمكن أن يحدث الإجهاد في أي مرحلة من مراحل الحمل لذلك يجب عليك حماية قطتك والاهتمام بها ومعرفة علامات موت الجنين وأسباب الإجهاد عند القطط وكيفية التعامل معه لنتابع أولا دعونا نتعرف على أهم الأعراض التي قد تشير إلى وجود إجهاد لدى القطط مثلا كنزيف المهبل يعتبر النزيف المهبل واحدا من أبرز علامة الإجهاد إذا لاحظتم جدد من أحمر زاهين أو بني فقد يكون ذلك دليلا على إجهاد القطط تغيرات في السلوك قد يصحب الإجهاد تغيرات في سلوك القطة قد تصبح أكثر انطوائية أو تبدو حزينة أو مكتئبة قد تلاحظون أيضا تغيرا في مستوى نشاطها العام تغيرات في الشهية يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تغيرات في شهية القطة قد تصبح غير مهتمة بالطعام أو ترفض تناوله بشكل كامل تورم الثدي قد يشير تورم الثدي وحساسيته للقطة إلى حدوث إجهاد قد يصبح الثدي مؤلما لللمس ويتورم بشكل ملحوظ في حالة الإجهاد قد تجد أجنة مفقودة أو ميتة في المنزل يمكن أن يكون ذلك دليلا على حدوث إجهاد لدى القطة الآن دعونا نتحدث عن بعض الأسباب الشائعة لحدوث الإجهاد عند القطة بعض الأمراض السحية مثل التهاب الرحم والأمراض الفيروسية والعدوى البكتيرية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الإجهاد التغذية غير الملائمة نقص التغذية السليمة ونقص العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يؤثر على صحة القطة ويزيد من احتمالية حدوث الإجهاد التداخل الجيني بعض التداخلات الجينية والمشاكل الوراثية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الإجهاد التوتر والضغوط البيئية بيئة القطة والتوتر المستمر يمكن أن يؤثر سلبا على حملها ويعزز احتمالية حدوث الإجهاد الإصابة والإجهاد قد تتعرض القطة للإصابة أو الإجهاد الشديد مما يعرضها لخطر الإجهاد الآن بعدما عرفنا الأسباب دعونا نتحدث عن طرق الوقاية من الإجهاد عند القطة الرعاية الصحية الجيدة من الضروري توفير الرعاية الصحية العامة للقطة بما في ذلك التطعيمات الدورية والفحوصة البيطرية المنتظمة التغذية السليمة يجب توفير تغذية متوازنة وملائمة للقطة لضمان صحتها وتقليل خطر الإجهاد الحد من التوتر والضغوط قم بتوفير بيئة مريحة وخالية من التوتر والضغوط للقطة وتقديم الرعاية والحب اللازمين تجنب التزاوج غير المخطط له حدد موعد التزاوج الخاص بالقطة بعناية وتجنب التزاوج غير المخطط له للحد من خطر الإجهاد الاستشارة البيطرية في حالة الاشتباه بأي علامة للإجهاد أو للحصول على مشهورة حول الوقاية يجب عليكم استشارة الطبيب البيطري المختص بهذا نكون قد استعرضنا أهم خمسة أعراض للإجهاد وأسباب حدوثه بالإضافة إلى طرق الوقاية منه نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد زودكم بالمعلومات القيمة والتوعية حول هذا الموضوع الهام شاركون آراءكم وأسئلتكم في قسم التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المفيد شكرا لمشاهدتكم ونلتقي في الفيديوهات القادمة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناتنا لمزيد من المعلومات حول تربية القطط والحيوانات الأليفة